تفقد وزير البلديات المهندس وليد المصري سير الأعمال الجارية في مشروع حضائق الملك عبد الله الثاني بمحافظة إربد وقال المصري لرؤية إن حضائق الملك عبد الله الثاني ستكون جاهزة للافتتاح مطلع شهر تموز المقبل وتابع وزير البلديات جولته التفقدية في بلدة الصريح التابعة لمحافظة إربد حيث اطلعا على المشاريع التي تخص أعمال الصرف الصحي التي كانت تؤرق المواطنين هناك والتي كانت تؤدي باستمرار إلى فيضان مياه الأمطار في الشوارع والمنازل الزيارة التفقدية لمشروع حضائق الملك عبد الله الثاني تكررت زياراتنا بالفترة الأخيرة هاي الثالث أو رابع زيارة كل يوم في عمل جديد وفي شغل جديد حسب ما بأفاد المتعهد أنه رح يسلمنا بواحد سبعة المشروع متكامل ومنتهي بكل عناصره وإن شاء الله أنه يكون فعلا مكتمل بكل عناصره بواحد سبعة متأملين خير جهاز البلدية بتابع والوزارة بتابع وأيضا المقاول مش مقصر إن شاء الله أنه بقدر يكمل بالموعد اللي أعطي اشتركوا في القناة